الحقيقة أنه بدا كل هذه الأفكار التي عبر عنها قبل قليل سواء من داخل القاعف شعارت أيضاً معبرة ويأصدق تعبير عما تكنه الجماهير لهذه القضية الفلسطينية وكذلك كل المداخلات سواء من الآخ عزيزها الناوي ومن الآخ سعيد ومن الآخ القادر العالمي كلها صبت في خانة واحدة وقبل كل شيء الاعتراف بالخير لأهله والشكر لحزب العدالة والتنمية الذي يقيم لنا الذكرى الأولى لطوفان الأقصى والتي يصر على أنها ستستمر حتى النصر وهذا ليس مجرد أمل بل هذا هو التخطيط للمستقبل ولن تتوقف حركة سبعاء أكتوبر إلا بعد أن نرى فلسطين مخررة وكل الإسرائيليين خرجوا من ذلك التراب الذي ذنسوه بعاصمتها القدس الشريف إذن شكراً لكم وشكراً لأمين العام لحزب العدالة والتنمية كذلك ونحن في هذا اليوم الخالد أو يوم خالد بالفعل في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية خالد ولو بفكرة واحدة إنه لأول مرة منذ سنة 1948 منذ الاحتلال الغاشم لأرض فلسطين نستطيع أن نحتفل بدكرى مرور سنة على قيام تورة خالدة في تاريخ الإنسانية كانت المعارك تنتهي في يومين أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أيام ثم تجتمع المؤتمرات التي تعرفون كل أسرارها الآن من أجل أن يتوقف الخرب هذه المرة لا هذه المرة سنة كاملة ولن تتوقف واهمون من يعتقدون بأن الخرب التي قام بها المجاهدون الأفداد في شكل مقاومة يوم سبعة أكتوبر واهمون من يعتقدون أنها ستتوقف قبل أن تحقق الهدف من انطلاقتها فلهذا هو يوم خالد ليس في تاريخ الشعب الفلسطيني ولكنه في تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ الأمة الإسلامية بكاملها بل في تاريخ الإنسانية جمعا التي تؤمن بأننا كلنا في هذه الحياة يجب أن نكون متساوين في الحقوق ومتساوين في العدالة ومتساوين في كل ما خلقه الله للبشر أجمعين إذن هذا عيد للإنسانية جمعا سبعة أكتوبر سيبقى يوم خالدا لا بد ونحن نتحدث عن هذا اليوم أن نترحم على الشهداء الشهداء الأطفال الذين لم يقتل مثلهم في أي معركة من معارك التاريخ إلا في هذه الهمجية التي تقوم بها الصيونية في أرض فلسطين ثانيا هد سهينا مجرمون وقتل إرهابيون لا بد أن نترحم على جميع الشهداء النساء اللواكي يقتن بالعمد حتى لا يكون إنجابا في الشعب الفلسطيني في المستقبل وهم واهمون إن الشعب الفلسطيني شعب أولاد منذ كان في التاريخ فلهذا ليخسأوا وليرحم الله الشهدات كذلك يجب أن نتذكر بأن مثل هذا العدد من البشر يقتل في ضرف سنة واحدة هذا سنة هذا شيء ينبئ على أن التضحية ستبقى أبدي حتى تستقل فلسطين بكاملها وبعاصمتها ولكنه العالم العالم الحاكمين في العالم المتحكمين في العالم عليهم أن يخجلوا من أنفسهم عليهم أن يخجلوا من مواقفهم وحاشا لله شعوب العالم كلها اليوم مع الشعب الفلسطيني وهذا ما رأيناه وهذا ما نشاهده فرحم الله الشهداء وعلى رأسهم السادة المجاهد إسماعيل هنية أبو العبد رحمة الله عليه لقد كان قوة هادئة كان قوة لا يمكن أن تتصور لا في تفكيرها ولا في تضحياتها ولا في أسلوب معالجتها لكل ما شاهدتموه وكل ما لم تشاهدوه قبل تاريخ سبع أكتوبر وهانيانا للشهادة وهانيانا للشهادة رحمه الله وأمتنا أمه ولادة وأمتنا أمه ولادة أختارح على الإخوان لأن الأخ سعبد الإله سنقوق فيه هنا وهو يريد أن يتكلم أنه يحتفظوا لي بأن الشعارات تتكمل شكرا لكم إذن أيها الأخوات أيها الإخوان الأخ الشهيد أبو العبد قام بكل ما لا يمكن أن يتصور ولكن أعظم ما فيه هو أنه كان عارفا بأن كل من يكون أمينا عاما لحماس فإنه يكون بصير الاستشاد ومع ذلك قبل واستمر حتى استشيد في إيران كما تعرفون كذلك لا بد أن نترحم على القائد الفد سماحة الشيخ حسن صلى الله حسن صلى الله الذي كان العالم وكله وليس نحن العرب أو المسلمين عندما يتحدث لأنه سيأخذ الكلمة يوم الجمعة القادم لعالم كله كان ينتظره وما دعلك إلا لصدقه وقد مات وهو صادق عندما قال لن تتوقف الخرب في لبنان إلا إذا توقفت الحرب في غزة هذا رجل يمكن أن نجعله قدوة وأمتولة لما يمكن أن يكون عليه الإنسان العربي وكذلك خاتم هؤلاء الشهداء ونرجو الله تبارك وتعالى أنه يحفظ الذين يأتون بعدهم هذا السنوار الذي أحيى الأمة أحيى الأمة العربية وهذا جاء لربما من اسمه يحياء هذا اليحياء الذي كنا ننتظر بأنه غدا أو بعد غد سيصبح حكاية ثم سيصبح أسطورة فإذا به بين عشية وضحاها يصبح ملحمة لكل العصور وعندما يكتب تاريخ الشعب الفلسطيني وعندما تكتب ملحمته كما كتبت لإليادة أو كما كتبت شهنم سيكون عنوانها عصص السنوار هذا الرجل الذي قاد المقاومة الفلسطينية وأخرجنا إلى دروة العز بعد أن كنا قدنا نفقد الأمل هذا إنسان تعتز به الأمة العربية وتعتز به الإسلامية الأمة الإسلامية ويعتز به كل إنسان يحب الحرية لتكون الحرية للعالم أجمع فإذن هو رمز من الرموز الكبيرة إذن فلسطين هي اليوم لا تنوب عن نفسها أو تناضل من نفسها فهؤلاء الشهداء يعطون خريطة جديدة لعالم الغد وكيف سيكون سيكون بالتضحيات ونحن نجتمع اليوم في هذا المكان من أجل أن نأتمر بالمعروف والاعتمار بالمعروف هو أن نقول الحقيقة كلها لأننا لا نجتمع من أجل أن نتحدث وقد استمعتم إلى الأخوين وإلى الآخ عزيز وقد تحدثوا بإسهاب عن كل المراحل وعن كل المدابح وعن كل ما يمكن أن يتعلق بهذه القضية منذ سنة 1948 إلى الآن فلا أريد أن أشغل وقتكم بهذا أريد أن أقول بعض الأشياء التي يجب أن تستقر إن المعركة وأؤكد إن هذه المعركة ستكون هي المعركة الفاصلة بين الحق والباطل ستكون هي المعركة التي سينتصر فيها الشعب الفلسطيني وتنتصر فيها الأمة العربية لا تعتقد أن هذا كلاما عاطفيا أو كلاما غير مجون أو كلاما دفعت إليه الحمية إنه كلام يجب أن ناخد عليه بأيدينا حتى نستمر في هذه المعركة لأنه التاريخ يقول لنا عندما تخرج فئة من المقاومين من أجل أن تحارب المستعمر فإنها هي التي تنتصر في النهاية حدث هنا في المغرب عندما نفي الملك محمد الخامس رحمة الله عليه فكانت المقاومة ولم تتوقف حتى أحداث واتزم التي كمكن أتبارها طورة دموية حاول الاستعمار وأن يجعل منها ذلك فكانت هي النصر المبين بالنسبة للشعب المغربي وبعدها كان الانفتاح ثم كانت الانتصار المغربي كل الطورات في فيتنام عندما خرج الفرنسيس ورجع المريكان وجاء وجاء رأينا ما لا يمكن أن يخطر على بال رأينا القنابل الداك في تجربة النبال وغيرها من تجارب الأسلحة التي لا يعرف التي لا يكون يعرف ها العالم ومع ذلك انتصر الشعب الفيتنامي اليوم الشعب الفلسطيني حتما سينتصر لأنه هذه المقاومة نحن لا نتكلم عن جيش يقابل جيش نحن نتكلم عن مقاومة هي صاحبة الحق هي صاحبة الأرض هي صاحبة فلسطين وليس غيرها أمن عن جد إلى يوم القيامة فلهذا ستنتصر لأنها هي صاحبة الأرض ولأن المختصب الذين تحدثوا عنه اليوم ونقول التطبيع معه يجب أن ينتهي هو لا يسعى لشيء في هذا الوطن إلا التطبيع إلا التطبيع ولماذا التطبيع التطبيع لشيء واحد هو أنه هذا العالم العربي هذا الوطن العربي الممتد من الدخل العزيزة إلى صلالة القوية في الضفة الأخرى اسمه الوطن العربي وعلينا أن ندقق المصطلحات فعدم تدقيق المصطلحات يجعلنا نسير لربما في طيارات أخرى تستهدفنا هذا الوطن العربي الذي قررت أمريكا أن تسميه الشرق الأوسط جاءوا بعد وعدي بيرفور وبعد أن كتب الله أن تنتهي الدولة العثمانية فخططوا فقط قلم سايس والبيكار والبيكو وقالوا إن هذه البقعة هي التي يجب أن تقونا للإسرائيليين ولليهود إنها دولة خلقت برجولين خططا لها بقلم وبقار انتهى كل شيء هذه الدولة لا يمكن أن تعيش لأنها جزيرة من الظلم وجزيرة من الظلام وجزيرة من الأحقاد في أرض شاسعة هي الوطن العربي لا يمكن لهذه الجزيرة أن تعيش لأنها تعيش على الأوهام وتعيش أيضا على كل الدعم الذي كانت تتلقاه من بريطانيا ولما ذهبت بريطانيا ولم تعد بريطانيا سلمتها لأمريكا وأمريكا اعتبرتها هي ذلك شيء الذي أشير إليه في القرون الخالية عندما قال القديس الوي سلوي الوي ستاسع الحاكم لفرنسا بأنه لا يمكن أن يسترد بهو القدس إلا إذا كان كيانا هناك مواليا للمسيحية فكان هذا الكيان إذن هؤلاء عندما نقول سننتصر معناه سننتصر لأنه لا يمكن أبدا أن يتغير التاريخ لأننا عرى وهذا اشترط علينا أن نكون جاديرين بحمل كلمة الإسلام لا تعتقدوا بأن تجمعكم هذا أو اجتماعنا ذلك الصغير الذي كان يوم سبعة أكتوبر آخر الناوي والآخر القدر العالمي كانوا حاضرين معنا كنا حوالي مئتين وبعد ذلك بأقل من أسبوع كنا عشرات الآلاف وبعد ذلك إن داحت تلك الحجرة التي رميت التي رميت في تلك البركة الكبيرة في العالم فأصبحنا نرى كل العالم يتحرك في كل أوروبا شعوب أوروبا كلها خرجت من أجل إيد شاب الفلسطيني أمريكا طلبتها قاموا بما لم يقم به الكثير من طلبة العالم العربي والإسلامي تضحيات كبيرة جدا هذه الانتصارات انتصارات عندما تتلق رصاسة في غزة أو في غلاف غزة بالأحراء فلا ينضي سنه حتى تنداح كل هذه الدورات ويصبح العالم كله يتكلم عن قضية كادت أن تصبح في عمق النساء هذا هو الشيء الذي يؤتدنا نحن المسلمين نحن المسلمين لا يمكننا إلا أن نتذكر بأنه لا يمكننا أن نحارب عدونا إلا إذا كنا نعرف سر قوته سر قوته لم يعود خافيا قالها قبلنا محمود درويش أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا وقال في قصدته احدفوا الواو وقولوا أمريكا إسرائيل هذا سر القوة ومن وراء أمريكا كل المجرورين من حكومة هذا العالم ولا أقول الشعوب فلقد رأيتم عدمة الشعوب التي خرجت لتزكي الحق ولتنادل من أجل الحق نحن المسلمين نعرف سر قوتنا سر قوتنا إيانا ولو لحظة الواحدة لأنه هناك الذين لا يؤمنون بأي شيء لا يؤمنون لا باليمين ولا باليسر ولكنهم مستلبين ولكنهم بعض مائرهم يقولون وماذا ستلفع هذه التجمعات وماذا ستلفع هذه المدارة لكل سيذهب إلى حد سبيل ولو اجتمعنا خمسة أشخاص وعشرة أشخاص ونهينا المنكر فإن العمر سيصل وأذكركم ونحن هنا جماعة من المسلمين أن إبراهيم عليه السلام نبينا سيدنا إبراهيم لما لما فدي ابنه إسماعيل ابنه إسماعيل وليس كما يقول الصهينة ابنه إسماعيل لما فدي بدبح عظيم قال له الله تعالى على أصعد إلى جبل عرفات والدين في الناس بالحجي ياتوك رجالا سيدنا إبراهيم خليل الله والإنسان الذي لا يمكن أبدا للكلمات أن تختصر عدمة هذا الرجل فكر وقال ليس هناك أحد فكر وقال وماذا يبلغ صوته فجاءه الصوت من الرب يا إبراهيم إنما عليك الأدان وعلينا البلاغ نحن علينا أن نجتمع وأن نتذاكر وأن نخرج في المظاهرات وكلمتنا لا بد أن تصيل لأن الله تبارك وتعالى وعدى بالنصر لكل من يمشي في الطريق المستقيم ونحن في الطريق المستقيم كذلك هناك دعايات كلها مطبطة وكلها تحاول أن تخرجنا من الطريق المستقيم إلى طريق الغير دعونا من الخوانة خوانة شعوبهم المؤمنون بأنه كل شيء يمكن أن ينتهي بالمال أو ينتهي بالخنوع أو ينتهي بالمصالح شخصية دعونا من هذا نحن أمة مسلمة تؤمن بأنه التضامن هو أحدى قيم الإسلام الخالدة وأذكركم بحدث آخر في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب التي تعرفون بأنها كان الخندق يعني جاء شيء وهو أنه لا يمكن أن يتصور الإنسان وهو يقرأه الصورة التي نزلت في الخندق إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة ابنهم يا أهل يتريب لا مقام لكم فرجعوا ويستادنوا النبي أفريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إلى آخر الآية هذا هو ما يفعله الآن الاستعمار الأمريكي وتستعمله الصيونية من أجل أن نتوقف ومن أجل أننا نعتبر بأن المعركة حسمت قبل أن تبتدي المعركة هي في بدايتها ولن تحسم إلا بتحرير فلسطين وعلنا أننا نعرف سر قوة العدو ونعرف كيف كان إبراهيم مع ربه وكيف كان المسلمون في غزوة الخندق التي أصفرت في النهاية عن النصر المبين الذي لا يتصوّر وأصفرت أكثر من ذلك على خيانة اليهود وعلى تصفية بني قريضة إذن عملياً نحن في هذا التوجه وأريد أن أقول لكم بأنه الخير كله في تضامننا وبكل أسف الحكومة العربية والحكومة الإسلامية جرها جار وجر الجار ذلك المجرور الآخر ولم تعرف طريقاً سوياً أن ترى بعينها ما يحدث في العالم نعم هناك إشارات إليها في هذا الصباح بعد الهجوم الغادر لإسرائيل على إيران تتبعت الأخبار صباحاً فوجدت أن أول أول في العالم من أدانا ذلك العدوان الآتم على الشعب الإيراني هي المملكة العربية السعودية كنت سعيداً جداً أن المملكة العربية السعودية التي تفو إلى كعبتها وإلى متوان بيها أفعيدة المسلمين تكون هي الأولى في الاستنقار وفي رفع الصوت ضد هذا الهجوم على إيران هذا شيء تلعب عليه الصهيونية تلعب الصهيونية على الشيء الذي خلده لنا في سيرته إسماعيل هنياء وخلده لنا في سيرته إحيى السنوار وخلده لنا في سيرته حسن صلى الله وخلده لنا في سيرته أنصار الله الحوتيين الذين يقول لهم الحوتيون هؤلاء هم شيعة وسنة السنة هي كل غزة كلهم سنة وهذا الفصيل الذي قام بهذه العدم يوم سبعة أكتوبر هو فصيل من السنة ولكن من معه معه الشيعة في لبنان معه الشيعة الزيدية ولو أنها أقرب إلى نحن أهل السنة في اليمن ومعه العراق الشيعة إذن هذا هو الشيء وهذا الموقف في السعودية هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون نحن لسنا مسيحيين الأورتودوكسيون يكرهون الكاتوليك والكاتوليك يكرهون الفروتستانت نحن مسلمون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو معنا ويجب 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 أن نبدونا الجهود إن إسرائيل لا تقول إن إسرائيل لا ترضى لا ترضى أن تقول بأنها تحارب كما كان يقول يسير عرفات شعب الجبارين إنها تقول وإن هؤلاء بالوكالة عن إيران لأنه إيران وهي تقصيد أننا يجب أن نفترق ولا يجب أن نفترق من قال لا إله الله محمد رسول الله فهو آخي فهو آخي وعلي أن أبدو لا قبل مئة سنة قبل مئة عشر سنة هناك كتوب كان هدف كان هدف الحكماء وهدف العلماء وهدف الرؤساء بعض الدول كان هدفهم أن تقريب بين ما يقع في السنة وما يقع في الشيعة من اختلافات ولكن هذا الموضوع الآن أمريكا تجعله ورقة رابحة فلا دلم يعود أحد يتحدث عنه بما يجب الحديث عنه لا يمكن أن نستثني ولو عي واحد في هذا العالم الإسلامي إلا يجب أن يكون معنا في معركة فلسطين أما ما يريد أن يخلقه لنا الصهاينة وتخلقه لنا أمريكا بأننا أعداء إيران لماذا سنكون أعداء إيران شخصيا وأقولها وأشهد لأن هذا يوم المصارحة ويوم المكاشفة وإن لن تقوم لنا قائمة أنا أبدا ما سمعت الخميني يسب فاطمة الزهر ما سمعت الخميني يسب ولا عائشة ولا 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 ما سمعت ولا سمعت ولا سمعت احترف سنجاني هذا أنا أتكلم عن القادة أتكلم عن الذين بيدهم القرار هؤلاء لم يهاجموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في التلفزيونات وفي المواقع الإلكترونية هناك المادات لعبوا دورها من أجل أن يتسع الشرخ إذا اتسع الشرخ سيتأخر لانتصار أما الانتصار سيكون احتمل التي يجب أن نشد عليها اليد ويجب أن نخرج من قوقعة الوطنية الضيقة إلى العفاق الرحبة الواسعة هذا هو ما يجب أن يقع ثانيا إسرائيل لا تلعب فقط وأمريكا على هذا تلعب على أشياء متعددة تلعب على شيء غريب أمره تلعب على السامية السامية إذا قلت بأنك ضد إسرائيل فإنك ضد السامية هذا شيئون كذلك يجب أن نتنتهله يجب أن لا نترك الأمر كما يريدون نحن نعرف وهذا هو مكتوب في التاريخ ومكتوب في التاريخ بالإنجليزية والفرنسية والعلمانية أن الشعوب السامية هي الشعوب الموجودة في الجزيرة العربية والموجودة في العراق والموجودة في الشام هذا هو أصل السامية التي تنتسب إلى سام بن ننح عليه السلام وحتى اليهود قبل هذا كانوا ساميين اليهود ولكن لم تكن لهم دولة ولكنه لعنة الله نزلت فأصبحوا الكنعانيين من الجهات الأخرى أي منحان هذه الحقيقة التاريخية تجدنا في كل الكتوب النزهة والتي تتحدث عن التاريخ فإذن نحن المسلمين كيف نسمح بأننا نحن لا لا السامية السامية نحن الساميون نحن الساميون لأننا ماذا نقول في فلسطين العالم نقول إن السامية التي هي نحن تدعو إلى شيء واحد هي الحرية والمساواة وإسرائيل التي تدعي سامية تحاربنا وتقتلنا وتقتل أبناءنا بدعوى السامية هل يمكن أن يكون ساميين جاء من فولونيا أو من شيكيا هذا أورط هذا المصطلح من أشياء تكون هم لا يقدرون أن يقولون معادة سيونيا فلهذا ألبسها هذا التوب الخفيف القريب إلى القلوب معادة السامية وهي في الحقيقة معادة سيونيا وليس شيئا آخر هذا مصطلح يجب أن نتلفأ له وعلينا وعلينا أن نستمر دائما في معرفة العدو وفي المقاتل التي يريدها العدو شتت كلمة الإسلام وشتت كلمة المسلمين بدعواه أنه هناك شيئا جديد اسمه الديانة الإبراهيمية أنا هنا أناشد العلماء العالم الإسلامي بما فيهم علماء المغرب أن يتصدوا لمثل هذا وأن يخافوا من الله وأن يقولوا إبراهيم مشي هدي إبراهيم ما شنصرني كما قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا معه والله ولي المؤمنين هذه آية صريحة لا يحق لعالم المسلمين في العالم الإسلامي أن لا لا يبشر بها وأن لا يقولها حتى تسقط كذلك يجب أن نستخلص الخلاصات في هذا اليوم من أجل أن يكون زاد الأناط في المستقبل للانتصار في معركتنا إن إسرائيل تحاول عن طريق وسائل الإعلام أن تمسخ كل شيء وبالأسف حتى بعض الإعلاميين الذين نعتبر بأن لهم حساً وطني وحساً نحو قضايا أمتهم يذهبون إلى ذلك الأمثلة كثيرة ولكنها يعتبرونها بسيطة في غزة الآن في نهايتها هناك بنى مصر وبنى فرسطين ما مر معروف في التاريخ هو ما مر صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي كان دائماً في دينه أنه لن يستطع تحرير القدس إلا إذا حرر غزة وعسقلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيبتان غزة وعسقلان كان في دينه أن طريق القدس فلهذا سمي ذلك الممر ممر صلاح الدين الأيوبي في أعلامنا اليوم صلاح فلاديفي فلاديلفي كيف أجب بلاديلفي فلاديلفي كائنة في أمريكا ما الجبل هنا كانت في فلسطين كائنة ودولة وأمات ما كانت أمريكا كيف أجب بلاديلفي ما هذا هذا استلاب وهذه الأمتلارة من صغائر من صغائر من صرار من مستصغره تكون النار إذا سمحنا في كل شيء وأنا أختصر لا أريد أن أقدمك تنمي الأمتلار عمليا النصر ليس فقط يطراء في الأفق البعيد أنا لا أقول لكم سننتصر غدا ولكن تحرير القدس ليس من حق أن يكان في هذه البسيطة اليوم وغدا أن يتفاوض على القدس القدس هو مسؤولية الذين يحررونه إن استطعنا فنعم بنا إن لم نستطع فلقد قدمنا ما نستطيع وعلى الأجيال القادمة يقع تحرير القدس فلهذا يجب أن ننهي كل الأساطير لأنه يجب أن نستمع يجب أن نستمع لعدونا نيتانياهو في اليوم الذي قرر فيه صيد الشهيد حسن صلى الله دُبِّر الأمر في الأمم المتحدة أن يكون عقب ختامه لكلمته أمام الأمم المتحدة أن يقتلى الشهيد نصر الله أنتم شاهدتوا هذا كان يوم جمعة هذا الخطاب هو أول وقبل كل شيء نصرة لنا لأنه العالم كله العالم كله إلا بعض الذين لا يسمون ثلاثة أو أربع دول هي التي بقيت كانت القاعة فارغة وكانت التآمور أنه في ذلك البالكون الأمم المتحدة التي كان عرفوها ما هي وكانت تصلي وكانت تصلي لكي أعطيك شورقة لكي تخل كل عمره بالإسرائيليين من أجل أن يصفقوا على نتانياهو في الأمم المتحدة هذا منظر بشع منظر لا تتحمله لا الأخلاق ولا النضال وليس تحمله بطبيعة الحالي النظرة السياسية لما تكلما هاجم العالم كله في شخص الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن لنحذر أنه قال شيء يجب أن نتمكن من فهمه فهم دقيقا كان يتحدث على نظرته هو بعد أن سينهي المقاومة في غزة وفي اليمن وفي لبنان كان يبني يعني قصور من الخيال من أجل أنه سيغير معالم خريطة الوطن العربي أو الإسلامي والعربي خريطة الشق الأوسط كما يسميها وقال لنا شيء يجب أن نتنبه للمسلمين كعبتهم في مكة القدس لنا نحن اليهود إذن ماذا تنتظر حكومتنا ماذا ينتظر الذين يدافعون عن القدس بعد أن سمعوا هذا شخصيا لم أسمعه ولا رئيس حكم واحد في العالم العربي قام وقال خسئت إن القدس للمسلمين ولن تكون أبدا لإسرائيل هذه الأشياء يجب أن نتنبه لها لأنها عليها تبنى كل السياسات قال لكم السيد نيطانيا وهو في عز النصر إنه رأى عندكم غير تماما ما تكلم هذا هو المعنى لتصفيات القضية الفلسطينية نحن دبعا لدينا تجارب لا يريد أن نخطئ في التاريخ لدينا تجارب الدون المدريد الدون اللينا الدون اللينا ووقعنا وكذا ونحن غدين كان نطلبوا واحد الحق حتى أخذنا شي شوية فش يمكن نكون لما كنا يتضح بصفة لا تقبل الجدال ولا يمكن مناقشتها أن الحكومة المقامة في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية هي من نوع الحكومات التي يؤسسها المستعمر من أجل أن تتلقى عليه الطربات الموجعة هكذا أصبحت ونحن مررنا من هذا عندما أصبحنا بدون ملك شرعي فإن ذلك النظام الذي كان كان من أجل امتصاص كل ما يفعله الفرنسيين علينا أن نتذكر وأن نحسب التاريخ إذن عملي وأساسي لأنه هذه الألعب الإسرائيلية هي في النهاية هي التي يجب أن نتنبها لها الله تبارك وتعالى قال وتمروا بينكم بمعروف هذا مؤتمر دير المعروف والمعروف هو الصدع بالحقيقة والمعروف هو التأخي والمعروف هو أن نبقى قوة متراسة من أجل أن ندافع حقا حقا ما هذا ما يمكن لنا أن نقوم به لا يمكن أن نذهب إلى هناك لأنه إذا ذهبنا فقد سنعطلهم هؤلاء الأبطال لم نستطع لهم شيئا ولكن من هنا ومن هنا هذا الذي يرونه صغيرا ولا يرونه كفيلا من هنا ستحرر بهذه الاجتماعات بتبادل الرأي لنقاشات عمومية في كل شيء لا يمكن أبدا إلا أن نعرف بأنه الحق سيظهر أمس وأختم بهذه الواقع لأنه وذكر فإن تكره المؤمنين كثير من الذين يعتبرون أنفسهم متقفين متقف لم تنهاهم عن أخلاقهم السيئة ولا عن توجهتهم ليست المريبة ولكن الخيانية كنا ننتظر ما كنا ننتظر أن واحدة مثل الزين بالغزو التي جعلها إيقونة وأعطوها وسام سيمون دو وكبروا بها وارشحوها لأن تكون في أصل يعني متوجة بأحد جوائزه عاد إليها الوعي عاد إليها الوعي بماذا عاد الوعي مثل هذه التجمعات بمثل هذه الكلمات بمثل هذا التضامن لأن الإنسان لا بد أن يفكر فوجدت أنها كانت في طريق ضالة ورجعت إلى الطريق المستقيم وهذا شيء لا يمكن أن يدركه إلا من عانى وعانى وعانى الكثير من تصرفات الصهاين والاستعمار وإذا بها بعد أن كانت إقونتهم تصبح مهدداء بالسجن ومهددة بالإقصاء أريد أن أقول لكم في النهاية إن يدى الله مع الجماعة وإن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم صدق الله العظيم وأرجو وأرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اليوم كذلك يوم فاتحة خير وأرجو الله من القلب أن لا يصل إلى سبع أكتوبر القديم حتى تكون فلسطين حرة مستقلة وأن نحتفل في مثل هذا اليوم بفلسطين المستقلة وإذا لم يريد الله وتلك إرادته وهو الذي نهان عن الاستعجال الله تبارك وتعالى نهان عن الاستعجال ونبي ناسي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إننا في حالة سيئة ليس معنا أحد كذا ونبي جالس استمعوا إليهم في ظل الكعبة قال حديثا يجب أن تذكروا دائما إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا يستعجلوا فلا تستعجلوا وبعد ذلك جاء النصر بعد هذه الواقعة وكان ما كان السلام عليكم وسبعة كثيرا وسبعة كثيرا